السلام عليكم ورحمة الله سأل لي بعض المعلقين على بعض المقاطع عن البرنامج المنهجي هو اسم البرنامج المنهجي أو شيء من هذا القبيل هذا البرنامج هو برنامج تعليمي يشرف عليه أحد المشهورين اليوم في السوشال ميديا على اليوتيوب وغيرهم يقال عنه أحمد السيد هذا أحمد السيد الآن يعيش في تركيا ما هي القصة مع السعودية وكيف خرج من هناك أنت عليك أنك تعرف لكن الموضوع كله حينما تسأل عن مثل هذه البرامج وبإشراف مثل هذه الشخصيات هذا وإن كان يحفظ الكتب الستة الكتب العشرة وأظنه اشتهر عنه ذلك وإن كان يعرف الحديث تنظيرا وعمليا مع أنهم عمليا ليس باعهم كذاك المهم فحينما تنظر في سيرتهم العلمية ستجدها كما يقال مستوفية الشروط وهذا هو الكمين الذي يقع فيه فريسة كثير من الناس أنهم ينظرون إلى السيفي كما يقال الخلفية العلمية كم قرأ من الكتب كم درس من الدروس كم اجتهد كم له من الحلقات ونحوها وهذه فريسة ينبغي عليك أن تتفطن لها لا يجوز لك أن تجعل هذا هو المعيار في اختيار من تسمع إليه لهذا جاء عن السلف العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم لا نجعل العلم اليوم مثل ما هو معيار الغرب العلم هي معلومات تأخذها وانتهى لا العلم دين يدخل إلى القلب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج ذكر فيهم صفة مشعة وهي أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره أي من تفع بهذا العلم هذا الهدى العظيم الذي جاء به القرآن لم يصل إلى القلوب هي ليست فقط تلاوة ليست فقط معرفة في القرآن ومعرفة بالأحاديث ومعرفة بالكتب ومعرفة بالموتون العلمية هذه سهلة ولهذا أهل البدع لما علموا أن كثيرا من الناس تنطلع عليهم مثل هذه الشوهات كانوا خلاص نستوفي هذه الشروط نحط تشكليست على الأشياء التي أنتم تهتمون فيها ونحطها خلاص ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يبثون هذه المناهج يبثون هذه الأراء هذه المذاهب المخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة هنا وقفة عظيمة ينبغي عليك أن تقف ليس كل من يتكلم على السوشال ميديا على اليوتيوب على التيك توك على الإنستجرام هرولت إليه وأخذت منه وسمعت لا بد من أن يكون معروفا ليس فقط بضبطه للعلم وإنما أيضا في العدالة وأعظم العدالة أن يكون مستقيم الديانة هذا هو التعريف عند أصحاب المصطلح أو أصحاب الحديث أئمة الحديث يجعلون المعيارين العدالة والضبط الضبط بعد أن يستقيم بالضبط لا بد من النظر في عدالته وإذا استقام في عدالته لا بد من الضبط فهما صنوان لا ينفك أحدهما من الآخر ما يصير أن تأتي اليوم وتشوف لمحتوى وتشوف لبرنامج يقدمه وتقول هذا قد درس الكتب الستة وحفظها وآخرين لا بد من أن تعلم عدالته ومن هذه العدالة اليوم ضروري أن تعرفها هو أن يكون منتسبا إلى السنة إلى اتباع السلف إلى القرون المفضلة يلهج بذكرهم ووجوب اتباعهم وأيضا يبين العوامل الفارقة بينه وبين الفرق المخالفة للسنة فيتكلم ليس فقط بالبدع المشهورة التي تكلم عليها أئمة الإسلام كالمخالفين في العقيدة من الجهمية من المرجئة من الجبرية من القدرية من الخوارج من الروافض لا 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 بد من أن ينزل أيضا إلى أكثر الفرق التي تتواجد في عصري فيبدأ بالكلام عليها تقويما ليس فقط ليس لأنه سيتبع هواه وإنما نصيحة للناس نصيحة للأمة فيقول اليوم هناك فرق لا يمكن أن ننكر وجودها كجماعة التبليغ يجب عليك أن تعرف منهم جماعة التبليغ اليوم عندك فرق كثيرة سياسية الأم منها الإخوان المسلمون وانشق عنها كثير من هذه الفرق منها الجهادية التي تحب المواجهة واستعمال العنف ومنها ما هو غير ذلك فأعطوا لكل نحلة ورد من هذه البساتين فمن أراد الجهاد والعنف أعطوه هذه الجماعة وهذا التنظيم ومن أراد التظاهر بالسماحة والمحبة مع أنهم في المحكات هم أشد الناس على أهل الحق هم أكذب الناس وأفجر الناس في الخصومة وهذه لها شواهدها لكن المهم هذه التنظيمات تنشق وتتفرع وتتفرع اليوم كثيرة إخوان مسلمين السنورية القطبية التنظيمات الأخرى المنشقة عنها طلعت لنا داعش وحينما تنظر في داعش ومن أخذ عن داعش وأبو بكر البغدادي وأتى أبو بكر البغدادي والزرقاوي والزرقاوي أخذ من أبي محمد المقدسي اللي هو البرقاوي عصام الذي كان في الكويت ويعرفه من يعرفه من مشايخنا أجزاهم الله خير فنصحوا والنصيحة هنا واجبة ترى هذا شر ترى هذا رح يخرب ترى هذا ولهذا أنا ذكرت في المقطع الذي أحط لكم الرابط عليه أنه لا بد من الجمع بين البشارة والنذارة ما يكفي أن فقط تثبت الحق من غير أن تتكلم في الباطل وأهل الباطل وما عليه أهل الباطل لا بد من التحذير من الباطل وأهل الباطل والذين فرقوا بين الباطل وأهل الباطل فلسفات غريبة على السنة انظر فقط لا أقول لا أسرد لك مقدمة الجرح والتعديل مقدمة المجروحين لابن حبار مقدمة الموضوعات لابن الجوزي كتب السؤالات لإمام أحمد والعلال ونحوها من الكتب التي جمعت أقوال الأئمة في هذا الباب ما قال ابن معين ما قال هؤلاء انظر فقط في بعض النقولات بالأسانيد التي نقلها الإمام مسلم في كتابه في مقدمة كتابه هذا الكتاب الذي ينبغي على كل المسلمين أن يعرفوا منزلته ومرتبته في نقل الأحاديث الصحيحة هذه المقدمة العظيمة اقرأها ستعرف ما معنى الغيبة ولماذا صوروا لنا أن الغيبة أن لحوم العلماء مسمومة مع أن هذه عبارة نقلت عن ابن عساكر في الدفاع عن من عن شيخهم أما ضعط ثاني لكن الغيبة ينبغي أن نعرف أن هناك أشياء لا تدخل في الغيبة ليست من الغيبة المحرمة حينما يكون القدح واجبا وذكروا منها ستة أصناف كما ذكر هذا النووي ورحمة الله عليه في رياض الصالحين وفي غيرها أنها تكون للمجاهر بالفسق للاستفتاء ومنها ذكروا المجاهر بالمعصية ومنها ذكروا المبتدع أنه ينبغي عليك حتى يحذر الناس نصيحة للناس أنك تبين للناس أن هذا مخالف للسنة فتقول مثلا عدنان إبراهيم مخالف للسنة وأنا ذكرتها أكثر من مرة في مقاطع عدنان إبراهيم علي منصور كيالي هذه الظاهرين اليوم ويخرج لك اليوم مثل أحمد السيد يتفنن هؤلاء في إخفاء مذاهبهم لا بد أن يعرفوا بانتسابهم إلى السنة كما ذكرنا ولا بد أن يعرف منهجهم وواقفهم من البدع المعاصرة والتنظيمات الإسلامية هذه الأشياء أذكر لكم قصة سألني بعض الأخوة أن أحضر مجلسا له ويكون فيه اجتماع يحضره بعض الدعاة الذين هو يعرفهم وأنه يقرأ في الأحاديث فسألته من هذا الشخص وما هو منهجه قال ما منهجه إلا السنة قلت طيب اليوم السنة كم كم صار لا يحضر عندكم قال والله صار يحضر عندنا تقريبا قرابة الست سنوات قلت له ما شاء الله ست سنوات ماذا يقول في بن لادن وجماعة بن لادن من التكفيريين والخوارج قال والله ما أدري قلت له ماذا يقول في داعش قال والله ما أدري قلت له طيب ماذا يقول في الإخوان قال والله ما أدري ماذا يقول في قال والله ما أدري فذكرت له أظهر الفرق المعاصرة المخالفة للسنة فلا يتكلم هذا الداعي الذي يأتيهم من صح التعبير ببنت شفة عن حكم هذه الدعوات المخالفة للسنة ما يحذر منها فقلت له بالله عز وجل عليك ترى أنها من النصيحة وأنه من الأمانة أن يأتي إليكم أسبوعيا لمدة ست سنوات ولا ينصحكم بأظهر الجماعات المخالفة للسنة فوقف واندهش صراحة ما استطاع أن يرد لأنه فعلا ما هي أسئلة ذكاء من الأسئلة منها لا أنا أعوذ بالله أن يحتمد الإنسان على نفسه هي أشياء واضحة ينبغي على كل إنسان أن يسأل نفسه عنها فالشاهد ليس من الأمانة وذكرنا هذا في المقطع الذي تقدم أن ما نحذر من الباطل فهذا أحمد السيد اليوم يسألوا عنه من هو ما هي مواقفه من هذه وكان السلف هذا يعتبرون بهذه الأشياء جاء الربيع بن صبيح إلى أهل البصرة ونزل عليهم سفيان الثوري فلما جاء الإمام سفيان الثوري قالوا عن الربيع بن صبيح يعني يحدث بالأحاديث فماذا ترى فيه قال ما مذهبه قالوا ما مذهبه إلا السنة فقال لهم إلى من يجلس فقالوا يجلس إلى أهل القدر لكن مذهبه مذهب أهل السنة فقال هو قدري إذن هو قدري بمعنى أن الرجل يقاس بمن يخادن هذا أحمد السيد واحد سؤلنا أكثر من مرة عن محمد شمس الدين هذا إن شاء الله نخليه في الحلقة القادمة حتى ما نطيل عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر